ولكن احنا عندنا نقطة هنا لازم نتكلم عليه وما نعدهاش الراجل جسامة ده يعني واقف الكرة خرجت بره للمرمة واقف نستنى تقنية الفري شوفها بجابة لتخطى ولا ما تخطاش الكرة بره للمرمة لكن انا مش اروح لرقلات ترجيح مع جسامة واروح عند فكرة هو اصلا ليه الاتحاد المصري وحسن فعل فكرة الضغط على الحكام دي من الاتحاد المصري حتى لو جات النهار ده وعصبت جسامة علينا وتحديدا على كيروش وفكرة الترد لكيروش في وقت احنا كنا محتاجين وانا كنت بتكلم معكم انت قلت ما كانش ينفع كيروش يسيب الخط في التلاتين ديئة لكن كان واقع الجمعة على اتصال دائم وكان موجود في خط برضو واقع الجمعة انزار فهو ايه حكاية جسامة معنا؟ حكاية جسامة معنا حكاية بكاري جسامة ان بكاري جسامة محترف ده الاتحاد المصري وهو بيقدم بالاحتجاج لكن بكاري يا جماعة حكم محترف محترف في ايه مش محترف في التحكيم ولا محترف عدالة بكاري جسامة بتجيبه كده انت راجل مش سازج بتنزل ملعب مش بتعمل مصيبة كبيرة ما بيحصلش ضرب الجزاء مبالغ فات بازل ماتش بقدري لا الراجل ده حرفي استاذ دكتوراه في ايه في التوجيه التحكيمي يقدر امتى يعتلك امتى ينرفزك امتى يخرجك عن شعورك ولقطة مهمة جدا نتكلم فيها محمد صلاح بعقلية اللاعب اللي عارف ان بكاري جسامة هيعمل له مية حساب كان واقف معاك كمان كروش اللقطة اللي استنفروا فيها نفسيا في بداية المباراة بيقول له احنا شايفينك واحنا عارفين انت بتعمل ايه منتخب مصر ما كانش فجأة جماعة كده بيقول بكاري عنده مشكلة احنا عندنا ضرب الجزاء وشكوى مالي ضرب الجزاء الاول غير محتسبة في مباراة مصر ونيجاريا اللي تلعبت في البطولة المباراة ممكن نستعرض صورة راكل الجزاء زيزو اللي كان فيه تقنية الفار وما كانش فيه اي حديث بس الغريب مش بس احتجاج مصر لا ده كان فيه كمان قبل كده احتجاج من منتخب مالي في مباراة مالي وغنيا الاستوائية ورقل الجزاء واضحة وصريحة تجاهلها ايضا بكاري جسامة انا انا مستغرب جدا من لجنة التحجيم لاني لما اتكلم عن جسامة ما ينفعش اقول لجنة التحكيم لما اتكلم عن جسامة لازم اقول لجنة التحجيم دي طبعا رقل الجزاء اللي منتخب مالي اعترض عليها وكأن شيئا لم يكن بيجي جسامة يحكم مباراة نصف النهائي او نرجع لمصطلحنا يحجم مباراة نصف النهائي اعتقد الناس دلوقتي تذكرت حاجة واحدة بس تذكرت صورة كابتن عماد متعب في مباراة الاهلي والوداد كانوا بيلوموا على كابتن عماد متعب بالصورة الشهيرة لما قال زيرو من وجهة نظر كابتن عماد متعب اعتقد النهاردة جماهير القرى المصرية كلها كانت بتقول كلنا اليوم عماد متعب بعد ما شافت بكاري جسامة لكن هل كلامنا ده مرسل ما تعودتوش معنا على كده انتو تعودتو دايما معنا بالايه بالورقة والألم بالورقة والألم المباراة كان فيها تفاصيل صغيرة عشان بس كل الميديا بتتكلم في بكاري جسامة حبينا نعمل حاجة هدية كده لأي حد مهتم بالتحكيم ومهتم بالوضع اللي بيحصل ازاي بكاري جسامة كان حكم غير عادل وده أقل وصف يتقال عليه مخالفة ضد عمر مرموش في الدي أربعة لو عرضنا صورتها تمام انت حسبت دي مخالفة وقلنا ماشي الحكم حيركز في كل التفاصيل طيب هل بيتعامل بنفس الميزان يا أسامة لا محمد عبد المنعم في الديئة 13 الصورة اللي بعدها يعني تقريبا دفع واضح جدا في ظهر محمد عبد المنعم ولكن جسامة معياره مش واحد فبالتالي عدى محمد عبد المنعم وطلعت الكرة اوت ما تحسبش فاول ليه لان انت كعمر مرموش لما قطع الكرة كان اعمل حاجة خطرة على مرموش فانا اقتل الخطورة من بدايتها طيب مراحل تطور الأخطاء التحكمية ومحاولة توجيه المباراة كرت أصفر ضد عمر كمال كان مهم جدا يهمد لاعب زي دا ويبدأ يساعد المنتخب الكاميروني ويدخله في الجيم هتقول طيب دا حاجة جماعة ما بيعديش ودى انذار ايه المشكلة لان انت بتقيم الموضوع بانذار طب على الجانب الأخر لا دا بس دا انا هنا هكمل كلامك انه هو مش أستاذ ودكتور دا بروفسير دا بيتكلم فكرة الكاميرون بيهجم من ناحية عمر كمال وكل الخطورة من ناحية عمر كمال طب لما ندي انذار لعمر كمال إيه اللي هيحصل هيتهمد مش هيقدر يدخل للتحمات هيخاف من الطرد أو يخلي المدير الفني يخسر التغيير زي ما حصله نزل الإمام عشور طب بعدها فاول لمحمد صلاح وانا هنا بشيت بكلام فارس عن محمد صلاح لما ضغط على جسامة بس انا كنت عايز ضغط هنا هنا كان لازم زي ما بنسة أبو بكر ضغط على بكاري جسامة وخد عمر كمال انذار كان لازم تترد دي بضغط كبير جدا وياخد هنا انذار وان كان محمد صلاح حسنا فعلا لما ضغطش لاني لما انني ضغط خد انذار وما شفناش انني خد انذار ليه ولكن ده المعيار اللي كان مختلف كرة تستحق انذار كويس قوي ان جسامة حسابها فاول طيب بكاري جسامة استمر بقى في محاولاته لانه هو يركب بالبلدي منتخب الكاميرون فنيا على منتخب مصر داخل الجيم طيب حصل ده في لقطات كتير جدا في لقطة بقى فارقة عشان تشوفوا العك التحكيمي في البطولة وفكرة ان عندنا مشكلة في التحكيم الافريقي الونش مخالفة جسيمة ضد الونش والتحام قوي جدا الونش نتيجته تصاب ووقع الونش طبعا اللاعب واضح الكرة الونش يقرب لها هو بعيد عن الكرة بيكمل في الونش هنا كانت على الاقل في رأينا تقتدي انذار بس لو بمعايير هذه البطولة هيكون في كلام تاني ليه بقى بمعايير هذه البطولة لان اللي قاب في تقنية الظاور للحلو بن ابراهيم الحلو بن ابراهيم هو اللي كان قاد في تقنية الظاور مين ده ده اللي كان عامل كارثة تحكيمية في مباراة السنغال وكاف فردي في كرة ساديو منيه الحارس لما ارتطم رأسه برأس ساديو منيه دي اتحسب الطرد انا هنا مش هروح للحلو بن ابراهيم لانه هو طلع استدعى تقنية الظاور لكن على الاقل جسامة ما فيهاش انذار يعني دي ما فيهاش انذار الكرة اللي كانت معلوينش لما يكون دراع مهاجم الكاميرون طالع بدراعه وكمان بدماغه اعتقد كان ابسط مثال فكرة ان انت هتديه انذار ولكن هذا هو جسامة وبالتالي كان طبيعي جدا البرتغالي كروش يكون على الخط يفكرك كده بمستر مانول ويعد قاعد الضغط على حكم جسامة واللقطة دي استفزت جسامة بشكل كبير جدا لكن زي ما قلنا مصر تخطط منتخب المغرب الشقيق اللي خليله زيش لوتها صريحات كانت ما يصار حديث السوشيال ميديا النهاردة وفي وجود نضاي الحكم اللي كان ايضا بيحج منتخب مصر وقلنا برغم وجود جسامة وتاريخ جسامة في التحجيم الا ان مصر قدر على عبور منتخب الكاميرون تحقق ما اردناه ورجالة منتخب مصر صعدوا على حساب البلد المنظمة للنهائي يا رب كمل على خير ويوم الحد باذن الله نكون ابطال القرى السمراء كما اعتدنا من منتخب مصر ترجمة نانسي قنقر